بسم الله الرحمن الرحيم قال باب استحبابي صحبة خيار الناس والقديم من الأصدقاء واجتناب صحبة شرارهم والحذر حتى من أوثقهم هذا الباب يتحدث عن أمور تتعلق بالصداقة والصحبة وهي أمور في غاية الأهمية ينبغي أن يلتفت إليها كل إنسان مؤمن بل كل إنسان بنتيجة عاقل أي إنسان عاقل يريد الهناء في حياته ينبغي أن يلتفت إلى هذه الأمور الأول صحبة خيار الناس عندما تريد أن تصاحب أحدين فلابد أن يكون من خيار الناس هذا مهم جدا مهم لأمر آخرتك ومهم لأمر دنياك الإنسان الذي يصاحب شخصا خيرا هذا بالنتيجة يكون أحد عوامل سعادته الدنيوية والأخروية واضح الفرق الكبير بين أن أصادق شخصا بخيل أنا أعطي هذا المثال حتى واضح جدا أنه القضية مادية جدا واضحة أنه شخص بخيل أصاحبه وبين أن أصاحب شخصا كريمة كم الفرق أصاحب شخصا غضوبة يغضب كثيرا أخلاقه سيئة وبين أن أصاحب شخصا بنتيجة أخلاقه حسنة حليم يسامحني عندما أخطي كم الفرق فرق كبير لا شك أن من سعادتي الإنسان أن يصاحب شخصا خيرا ودعما هذه القضية التي نبهنا عليها سابقا الصداقة اختيار وليس صدفه أنا عندما أصادق لا بد أن أختار أصدقائي ولا بنتيجة جيران أطلعوية وكذا صادقت لي مجرد أنه آني جيراني لا لا مو هاي فرق فرق وهذا نبهنا عليها سابقا فرق بين الصحبة والمعاشرة نحن نعاشر الناس نعاشر الجيران وإن لم يكن خيرا لكن نحسن إليه مثلا نعطف عليه كذا لكن صحبته هذا شيء آخر قال والقديم من الأصدقاء هذا العمر الثاني مهم أنه الصديق القديم هذا الصديق الذي بنتيجة جربته بالمعاشرة الطويلة هذا لا بد أن تحافظ عليه هذا صعب أنه يحصل صعب أنه أحيانا نشوف بعض الأشخاص 20 سنة ويشخص 20 سنة صديقه كذا وجربه على فد موقف قطع العلاقة لا قطع هذا القديم بالنتيجة أسرارك عند تعرف طباعة هو يعرف طبيعتك كثير من التجارب وخذتوها سواء هذا المفروض أنه الإنسان يحافظ عليه إذا زال واحد يحاول أنه يعني يهديه ينصحه كذا مو أي قضية بنتيجة صعرات مشكلة بناتكم مباشرة أنه واحد يتخلى عنه ويزهد به خطأ هذا خطأ والقديم من الأصدقاء واجتناب صحبة شرارهم هذا أيضا في غاية الأهمية أنه اجتنب صحبة الشرار أي شخص عنده جانب من الشر فإن أخلاق سيئة يفعل المحرمات والأياذ بالله يسمع أغاني يستغيب الناس يشاهد بعض مثلا الصور بنتيجة المحرمة يصادق مثلا والأياذ بالله يصادق قصد المصادقة يعني المحرمة هذا أنا ماذا أجتنبه لا بد أن أجتنبه صحبة شرار ماذا شرار الناس طبعا أحيانا تصل المرحلة إلى مرحلة الوجوب يعني حرمة حرمة المصاحبة أحيانا في بعض المصادق أو وجوب ترك هذا الصديق قال والحذري حتى من أوثقهم وهذا يعني لا أدري كيف أعبر بتعبير أوضح أهميته مهم في غاية الأهمية يعني لا بد أن نلتفت إليه وأهميته تكمن لعله في الغفل عنه أنه أنا بمجرد أني صادقت شخصا هكذا أصير ماذا أثق أثق به في جميع الشؤون هذا خطأ هذا خطأ الحذر لا بد أن يبقى وإن كان هذا الشخص أنت جربته وإن كان أنت صحبته لسنة سنتين ثلاثة أربعة هو ليس بمعصوم ليس بمعصوم ما دام ليس معصوما أنا لا يصح أني أعطيه كل الثقة في كل المجالات لا لا بد أن أكون حكيما هذا الشخص أنا أعرف أنه مثلا ثقة في هذا المجال ذاك ثقة في مجال آخر فإذا في بعض المجالات يمكن أن أنه من الحكمة أن أحذر منه جيد فلا بد أن أبقي جانبا من الحذر في التعامل مع الأصدقاء ولا يصح أن أستوثق منهم في كل شيء يعني أنا بعض أصحابي وإن كنت أنا لا أفعل هذا معه لكن أنا أراه يعني فعلا حكيما مثلا أقول له مثلا أحتاج رقمك مثلا لعله في مرة من المرات فعلا حصل معي مع بعض الأصدقاء وأنا بنتيجة عندي معزلة وكذا وعلاقتنا جدا جيدة لعله طلبه من عنده أنه أستخدم رقم يعني حسابه بالنتيجة ما قبل هو من طبق هذه الرواية أعطيه شيء في نهج البلاغ لعله أعطي لي صديقك كل المودة ولا تعطيه كل الثقة بهذا المعنى فهو قال لي بنتيجة أنا ماض مو يعني شكا فيك أو عدم ثقة بيك أو كذا بس هاي بالنتيجة الطرق العقلائية هي هاي فهو هذا فعلا طريق عقلائي أنه آني يجي مثلا واحد يقول لي أطيني رقمك خب هو ممعصوم صديقي صحيح بس ممكن هو أخطأ أخطأ وأراد أن يستعمل رقمي مثلا في مسألة هي تضر تضر بي مثلا فالمفوضة أنه أنا أقول لي يا أبا أعتذر مع جل تقديري إليك وعلاقتنا وكذا وكذا بس هذا ما أقدر لي بنتيجة هذا طبعا مثال مثال وإلى الأمثلة كثيرة الأمثلة كثيرة خصوصا عند النساء صادقتي وحدك كذا مو صحيح أنه ترسلي لي صورتش أبدا مو صحيح مو صحيح أنه تكشفيها بعض الأسرار اللي هي جدا تضر بالعائلة جدا مو صحيح أنت كذلك صادقة أحد الأشخاص أنه تقول لي أنه أنا كذا فعلت أنا كذا فعلت أنا كذا وهذه تطيئ أسرارك اللي هي ممكن إذا انتشرت بين الناس أنت تفضح بالنتيجة هذا جدا خطأ جدا خطأ وأحيانا يصل إلى مرحلة الخطورة ولعله أحيانا إنسان يفقد سمعته أو يفقد حياته وأحيانا بسبب بعض الأسرار التي يذكروها لأصدقائه فمهما كان الصديق فلابد أن أبقى على حذار مو معناها أنه أنا تعاملي ويكون دائما هيشي شايف بعض الأشخاص عنده في النوع من القلق من الناس هيشي شوفه مضطرب مضطرب ما يتعامل بشكل طبيعي لا لا مو هذا المراد لا لا بكل طبيعية أنه أنا أتعامل بهذا الشخص لكن هناك حدود هناك حدود أنا كل شي أفتح وإياه وأنه عندي مثلا معاصي كبيرة أنا فعلتها مثلا في حياتي والعياذ بالله أجي أحكي هيا له مو صحيح عندي بعض الأسرار مو صحيح أنه أكشف هيا له فضلا عن ما قلنا هاي قضية الصور وكذا وكذا هذا جدا خطير حقيقة جدا خطير نعم هذا بالعنوان أحنا هواي طولنا بس من نفهم العنوان أحنا ذكرنا سابقا أنه العنوان اللي يذكر المصنف هو كأنما بيان لمضمون الروايات التي سوف يذكرها ورح نشوف إن شاء الله نعم قال أمير أمير عزيز السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله انظروا من تحادثون فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه إلى الله فإن كانوا خيارا فخيارا وإن كانوا شرارا فشرارا وليس أحد يموت إلا تمثلت له عند موته طبعا شرح هذا الحديث بهذا المعنى أنه الإنسان يمثل له أصحابه في الدنيا عند موته يعني هؤلاء أصدقاؤك الذين كنت تصادقهم في الدنيا عندما تموت كأنما يمثلون لك يعني تراهم كأنما هكذا يأتون مثالا لك يعني أشبه خلال نقول تشوف صورهم مثلا يعني هسا ما أريد أني أقول هذا معنى الرواية بالدقة بس خلال نقول هش أنه ترى صورهم عند الموت زين فيمثل لك أنك سوف تحشر معهم لتتصور الحالة أنه أنا الآن في حالة الموت وأنه سوف يمثل لي أني سوف أحشر مع أصدقائي مع من كنت أصادق زين فإن كانوا خيارا هؤلاء الأشخاص الأصدقاء كانوا خيارا يقول يفرح لذلك يفرح أنه أنا أصدقائي خيار وسوف أحشر معهم أفرح هاي في حالة الموت وإن كانوا شرارا يعلم أنه أن مصيره ماذا إلى ما هم ماذا يصيرون إليه أنه أنا إذا كان أصدقائي من الشرار فأعلم أن مصيري هو نفس مصيرهم تصور هذه الحالة والعياذ بالله في حالة الموت وأنا يكشف لي ماذا عن أصدقائي الأشرار كذا وأنا أعدل أنه فلان والعياذ بالله يسمع غاني فلان ما يصلي فلان والعياذ بالله يصادق النساء مثلا بنات إنسان فلان مثلا يعقو مثلا والديه فلان يقطع رحمه فلان مثلا لا يدفع الخبز مثلا فلان لا يصوم إلى آخره هؤلاء يمثلون لي وبنتيجة أعلم أن مصيري هو مصيرهم هذه المسألة جدا يعني مخيفة حقيقة إنسان إذا تصورها أنه أنا في حالة الموت وهكذا يحصل لي بالحقيقة جدا مخيفة نعم عن أبي الحسني عليه السلام قال قال عيسى عليه السلام إن صاحب الشر يعدي صاحب الشر يعديك وهذا واضح جدا صديقة تشوفوا فلان أخلاقه جدا حسنة لكن صادقة أحد النتيجة الأصدقاء الذين هم سيئوا الخلق مثلا نراه بعد فترة صار سيئ الخلق كان لا يسمع الغناء صار يسمع الغناء كان لا يتكلم بالكلمات البذيئة صار يتكلم بالكلمات البذيئة وهذا في المجتمع أوضح من أن يحتاج إلى بيان فصاحب الشر يعدي هو هذا الشر بالحقيقة مثل المرض المرض المعدي فعلا هو مرض ممثل المرض مرض مرض هو فعلا مرض ويعدي صاحب الشر يؤدي طبعا بين قوسين بين قوسين أقول أحيانين صاحب الإنسان لا يكون بالطرق المعروفة لا ممكن أن يكون صديقك هو أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا أحد المشهورين تشوف فلان مثلا يعجب بفلان ويجالسه وشتون يجالسه الجالسة يتابع مقاطع على اليوتيوب وكذا هذا سوف يعديك جزما سوف يعديك فالمفوضة أنه الإنسان أيضا يلتفت إلى هذا الجانب أنه الصداقة أو خلنا نقول الصحبة بالنتيجة المعاشرة بهذا المعنى يعني المجالسة هذا كله مو فقط على الواقع الآن نحن على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نتأثر ببعض الأشخاص الذين نعجب بهم وهذا أيضا خطر جدا قال أن صاحب الشر يعدي وقرين السوء يردي يعني يهلك عندك قرين صديق سيء هذا يرديك يهلكك فانظر من تقارين انظر من تتخذه قرينا لك قال قال أبو عبد الله عليه السلام عليك بالتلاد التلاد التليد هكذا لعله في اللغة التالد والتليد هو كل مال قديم هكذا قرأته في بعض المعاجم فكأن المراد كما ذكر بعض الشطراح بعض العلماء أنه التلاد هم الأصحاب القدماء الذين جربتهم بالمعاشرة وهذا هو الذي يظهر من فهمي المصنف لأنه ماذا قال سابقا قال والقديم من الأصدقاء فهو فهم أن المراد من الاتلاد ها هنا في الرواية هو الصديق القديم فعليك بالتلاد هذا الصديق القديم الزمه كأنما الزمه عليك به الزمه لعله هكذا وإياك وكل محدث لا عهد له ولا أمانة ولا ذمة ولا ميثاق فهذا المحدث الذي هو على خلاف القديم يعني شخص لا تعرفه جديد عليك هذا مو بسهولة بالنتيجة تأمن له وصاحبه وكذا وكن على حذر من أوثق الناس عندك وكن على حذر من أوثق الناس عندك عن ابن عباس قال يقيل يا رسول الله أي الجلساء خير قال من تذكركم من تذكركم الله رؤيته رؤيته تذكركم الله إذا رأيته تذكرت الله تعالى هذا ماذا خير الجلساء ويزيد في عملكم منطقه إذا تكلمه أنا يزيد عملي في الخير يزيد عملي في العبادة ما إلى ذلك وفعلا نرى بعض الأشخاص إذا جلسنا معهم تغيرت أحوالنا واقعا واقعا بعض الأشخاص بمجالد أنه أجالسه لمدة بسيطة أنا تتغير أحوالي أرغب في الأمور الحسنة أتذكر الآخرة أتذكر تقصيري هذا المفروض أنه الإنسان يلزمه ويحافر عليه ويرغبكم في الآخرة عمله أنت بمجالد أنه تشوف عمليه أنت ترغب في الآخرة تراه حسن الخلوق تراه يتصدق تراه يجتنم المعاصي يفعل الواجبات بهم وشغف يحب صلاته مثلا يخشع في الصلاة هذا كله ماذا يرغبني في الآخرة عمله مجرد عمل عمل هذا الشخص هو يرغبني في الآخرة قال عن أبي عبد الله عليه السلام انظر إلى كل من لا يعنيك في الهامش ذكروا أنه في المصدر لا يفيدك يعني في كتاب قرب الإسناد لا يفيدك وهذا أوضح فنقول انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك هذا الذي ما ينفعك في دينك فلا تعتدن به لا تهتم به لا تهتم به شخص ما ينفعك في دينك لا تهتم به وأكد أكد لا تقصر القضية على مجرد شنو أنه صديق فعلي لا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي والآن بلاءنا الكبير هو في وسائل التواصل الاجتماعي شخص لا ينفعك في دينك لا تهتم به نعم انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدن به أتمنى أنه تطبقون هاي الرواية لاحظوا كل شخص أنتوا تعتنون به هل ينفعكم في دينكم أو لا وأكرر مو مرادنا أنه تهجره ولا تعاشره ولا تحسن إليه لا لا هي مسألة ثانية العشرة مسألة ثانية لا قضية أنه أنا أعتد به أهتم به أعطيه وقتي أبذر معه مثلا أجالسه وصاحبه هذا الكلام فانظروا إلى كل شخص أنه أنتم تعتنون به هل هل ينفعكم في الآخرة أو لا فإذا كان ينفعكم في الآخرة فخير على خير وإن لم يكن ينفعكم في الآخرة فالنتيجة هذا تركه أو لا نعم ولا ترغب أن في صحبته حتى لو كان عنده أموال حتى لو كان مثلا جميل كان له مثلا كذا بالنتيجة ما ينفعك في الآخرة لا ترغب في صحبته فإن كل ما سوى الله مضمح الوخيم عاقبته طبعا كل ما سوى الله يعني ظهر أنه مراد نفس الذات الإلهية لا لا هو واضح أنه كأنما المراد كل ما سوى الله يعني كل ما لا يوصلك إلى الله تعالى لأنه قال في البداية انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك فكأنما المراد أنه كل ما سوى الله يعني كل ما هو يتعلق بالله تعالى هو ماذا مضمح لون ينتهي وخيم عاقبته الوخيم شلون باللغة الثقيل الوبي لعله هكذا الردي عاقبته بنتيجة ليست بحسنة وصل الله للمحمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر